الجمالية يعني عاب قادر اه ممكن يفقد الكرة كتير بس عشان هو عايز يعمل حاجة اب نورمال يعني خد بالك هو اللي بيتخد عليه بس حدة انه ساعات بيزوده هو بيزوده هو بيزوده سواء بيزوده برضه عشان عنده الحدة الزيادة اللي انت بتتكلم فيها مكانش يطلع لك الكعب ايو 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 هو اللعيب المهاري على فكرة لو ما زودهاش يعني انت ما تقدرش تقول مثلا بن شاركي انت ما تعرفش كمدرب هو هيعمل ايه انت زي كده اللعيب المهارية انت في التلت الاخير انت بتسيبهم بقى الابتقار بتاع اللعيب المهارية من أنصار اللعيبة المهارية بحبهم جدا خد بالك أصليفين مدربين بتحب اللعيب الداشنج لا يا رجل مش اللي هو ده بالنسبة له أهم من المهاري خد بالك مهو الداشنج ده والكلام ده كله مطلوب لكن اللعيب المهاري اللي عنده الحلول في الآخر انت عندك حلول ان انت من نص فرصة تجيب جول يعني انت ما يبقى عندك في الفرقة اي فرقة انت مسكوا معاك واحد مهاري بتقول له اعمل اللي انت عايزه اي فرقة انا مسكتها جاريت انا كنت اتدربت اتدربت معاك وكنت اتقول له اعمل اللي انت عايزه لا بس مش في الملعب كله خلي بالك خد كلامي ان انا في التلت الاخير انت بقى بتستخدم المهارة بتاعتك انا نفسي ما توقعش اللي انت هتعمله يعني انت كبركات وكان ابو تريكا وكان وليد صلاح الدين ورد عبعال وحمد عب لطيف والناس المهارية دي انت ما تقدر انت مش متوقع هم يعملوا ايه طب انا بقى حزنقك دلوقتي وحقولك طب مين اكتر لعيب مهاري في التلت الاخير اللي انت في كلفي دربته اكتر واحد مهاري اكتر واحد مهاري اه دربته يعني كده بقى في في الزمالك يعني في الزمالك كان رغم ان هو ملعبش معايا كان مصاب اه في مصطفى فتحي مصطفى فتحي وبر الزمالك بر الزمالك ده سؤال صعب قوي اصلا انا برضه هتقول لي ما فيه شمال انا بمشي ليه دي لازين اصلا خلي بالك يا بركات هو ممكن مهاري مش ضروري ان هو يبقى بيراوخ كتير والكلام ده كله فيه مهارة اللي هي مثلا زي محمد هلال الاناظر اللي يخلص اللي يعمل لك أسسته اللي هو إيجابي على المرس كان بامبو برضو من الناس اللي هي بتخلص من ربع فرصة ممكن تقول بامبو من اللعيبة برضو اللي أنا دربتها حاجة مش متوقعة ممكن تلاقيه مش موجود في الملعب لكن في ثانية واحدة يقوم جايب لك جول خلص الماتش وناصر منسي ناصر منسي هداف يعني مهارته في التهديف يعني ناصر يجب لك جوال غريبة الشكل بس تدي له الثقة يعني ناصر لازم تقعد معه وتتكلم معاه لو هو حس ان هو بعيد ناصر طيب جدا جدا وبسيط إنسان بسيط فانت ما بتقعد معك مدرب وتقول له ناصر أنا محتمد عليك بيفرح قوي وبيدي لك كل ما عنده وهو عنده المهارات اللي هو ممكن يستخدمها مهارة إيه بقى؟ مهارة التصويب مهارة اللعب بدماغه بيلعب بدماغه كواس قوي يعني جاب جول في المصري مرة كسبنا ثلاثة أنا قلت ده جا ملعب حميد التاني بيطلع ورح موجه دماغه ووقف في الهوى ورح حاططها فدي المهارة دي مش موجودة عند ناس كتيرا دلوقتي طبعا المهارة اللعب بدماغك وإن أنت تقف في الهوى والكلام ده كله كريسيان الرونالدو هي بتتلعب شوفها بركات بيقف يعني بجوزء من السن وبيوجه وبيلعب المهارة دي ما بقتش موجودة المهارة دي ما بقتش موجودة فطبعا المهارات دي حاجات كتيرة قوي المراوغة التصويب حاجات كتيرة جدا أن أنت الأسست كل دي مهارات ممكن أن أنت تقول عليها أنها مهارات طيب إحنا بعد الفصل حنتكلم على ظواهر الجولة الأولى ولكن قبل ما أطلع فصل حابب بالخصوص أخذ منك تعليق على بداية النادي الإسماعيلي وخسرته مع أول مباراة من زد طبعا زد أنا بحيي كابتن مجد عبدالعاطي بصراحة ووحمد عبرقوف الاتنين بصراحة بحييهم عاملين ماتشين حلوين قوي قوي مجد طبعا الإسماعيلي جاي بجمهوره برضو زد أول مباراة بيلعبها في الدوري مباراة صعبة جدا ضد الإسماعيلي إيهاب جلال برضو معزوره والله بركات إنه هو برضو عامل زي نز مالك بس إيهاب كمان يمكن أوحش طلع منه باهر المحمدي وطلع منه الشامي ومجبولي وصرش أكا وعمر الوحش بصراحة لا كتير كتير ونادي الإسماعيلي بالنجوم دي كلها كان بيعاني كان بيعاني يا رجل ده قاعد قابل الدوري مثلا بمطشين فبكل النجوم اللي احنا كنا بنقول عليها دي وقاعد بالعافية طب إما النجوم دي تطلع برا وما فيش قيد ولسه الله الصغيرة محتاجة وقت لسه لا 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 يعني الله يكون فعون إيهاب جلال وجماهير نادي الإسماعيلي اللي لازم تصبر على الراجل شوية إنه هو إبل إنه هو يتحمل مسؤولية في ظروف صعبة ودي تحسب لإيهاب فلازم نصبر عليه شوية لإني مش هيدرب الأرض هيعمل إيه بص لو جبت أحسن مدرب في العالم من غير لعيبة خلي بالك إيهاب يلعب بسسن برضو